أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام لعدد جديد من حصات عين وحدث تتسارع الأحداث في المشهد السياسي من خلال الإجراءات التي تتخذها السلطة في المرحلة الأخيرة والتي تصب في إطار الإصلاحات السياسية في الوقت الذي كانت تطالب فيه المعارضة وفي الوقت الذي كانت تتحدى فيه المعارضة رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات هذا المطلب الذي جعلته المعارضة أساس أي تقارب مع السلطة وجعلته الحل الوحيد كما قالت للخروج الجزائر من الأزمة السياسية الرئيس يتحدى المعارضة في الفاتح نوفمبر ويستجيب لهذا المطلب قبل ذلك في الذكرى الثالثة والخمسين لعيد الاستقلال كان أبو تفليقة قد دعا المعارضة إلى نقاش ديمقراطي وقال بأن هذه الأخيرة تؤدي دورها في كنف مراعاة أخلاقيات الديمقراطية وفهم أنذاك بأن الرئيس عبد العزيز بو تفليقة يمد يده إلى المعارضة وبعدها الأمين عامل حزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني يطرح مبادرة وطنية من أجل المساهمة في تجسيد مطلبه الداعي إلى تحقيق الدولة المدنية مستجدات ومتغيرات في المشهد السياسي جعلت المعارضة تتخبط وترتبك وتفقد البوصلة ترجمت هذه التخبط والارتباق ترجمتها تدبذب مواقفها وتقلبات تصريحاتها فبعد أن رحبت في البداية بقرار الرئيس إقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات تراجعت وقالت بأن المعارضة لم تطالب بلجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات وإنما لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها وليس المراقبة فقط إذن مشاهدين الكرام هل هو الارتباك في وسط المعارضة بدأ تحدي رئيس عبد العزيز بوتفليقة بإنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات وهل هي لجنة للمراقبة أمن للإشراف أمن المراقبة فقط ولماذا استجاب بوتفليقة في هذا الوقت بالذات لهذا المطلب بالذات لماذا ستقول المعارضة بعد أن استجاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمطلبها وماذا ستطالبه بعد كل هذا هذا ما سأنقشه اليوم مشاهدين الكرام مع ضيفايا في الأستوديو يحضر معي سيد مراد عروج الناطق باسم حزب الجزاء لرفاه سي مراد مرحبا بك شكرا ويحضر معي سيد سماعيل سعدان القيادة بحزب جيل جديد سي سماعيل مرحبا بك سي سماعيل أبدأ بك النقاش أنتم في المعارضة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يستجيب لمطلب المعارضة بإنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات وإن كان المشكلة ربما أو المعارضة اليوم تلعب على هذه المصالحات بين لجنة لمراقبة الانتخابات ولجنة للإشراف على الانتخابات هل تعتقد بأنه هو حقيقة استجابة لمطلب المعارضة بعدها بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله في الواقع الرسالة التي جاء بها السيد رئيس الجمهورية في مناسبة الذكرى أول نظامبر من خلال القراءة الأولى انتحا وقلنا بأن الرئيس رسالة المعارضة قد وصلت إلى أذنه ومن خلالها أدرجة من ضمن ما أدرجة من نقاط في الرسالة الديمقراطية دول تحوير القانون الحريات أدرجة هذا الميكانيزم الجديد له ما كانت ولازال تطالب به المعارضة ليس دفاعا عن المعارضة ولكن دفاعا عن الديمقراطية ككل لأن ما تطالب به المعارضة هو هيئة مستقلة للإشرار وليس للمراقبة لأننا نعرف من خلال قانون العضوي 2012 أنه فيه هناك لجنتين للمراقبة لجنة لجنة القوضات ولجنة فيها 300 قاضي ولجنة لجنة لجنة سياسية ولجنة نعم ولكن في النهاية النهاية هي سفر هي التزوير ثم التزوير ثم التزوير إذن أي رقبة نريد نريد هيئة مستقلة للإشراف من البطاقية من بطاقية الناخب وهنا على سبيل ذكر السيد مدير الحريات بوزارة الداخلية في الأوينة الأخيرة قالك لما دلنا الإحصاء القينا باللي أكثر من التمليين مواطن مسجدين وهما ميتين هل هذا الناس هدو رهم يصوت وهل جزء منهم يصوت المهم أن الإدارة غير يعني غير ما تعطيش الأهمية الكافية للإستحققات وما تعطيش الأهمية الكافية لصوت المواضيع نحن ما نريده من خلال هذه هيئة هو تبدأ الإشارة فتاحها من بداية الانتخابات كل الانتخابات المحلية الوطنية والرئاسية من بداية إلى لماذا نتملك هذه لأنه علشقنا مستقلة عن الإدارة لأنه أيعقل في دولة تقول بللي لازم يكون فيه الفصل بين السلطات ثلاثة والإشراف كل الإشراف عن الانتخابات سواء كانت محلية أو وطنية أو رئاسية يشرف عليها جهاز ما هو الهيئة التنظيمية التنفيذية الهيئة التنفيذية تشرف على الانتخابات المحلية وتشرف على الانتخابات الوطنية يعني معنى هذا أن البرلمان تحت سلطة الهيئة التنفيذية وهذا ما نرحب نعم جميل وسط الفكرة سيد اسماعيل سعداني أنت تتكلم وكأن الفكرة التي تريد أن توصلها على أنه المعارضة لم تطالب بلجنة مستقلة للمراقبة طالبت بلجنة مستقلة للإشراف على الاملية الانتخابية منذ بدايتها إلى نهايتها سيد مراد عروج أنت كناطق باسم الحزب جزائر لرفاه أولا نبارك لك الحزب المصلاحات في تلاعب الكلمات المعارضة تطالب بلجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات رئيس الجمهورية يستجيب بلجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات وانت تعلم بأنه فيه لجنتين للمراقبة الانتخابات لجنة قضائية ولجنة سياسية بالرغم من هتين اللجنتين إلى أن المعارضة لا تزال تطالب بلجنة مستقلة للإشراف على العملية لجنة مستقلة للإشراف عن الانتخابات منذ بدايتها إلى نهايتها أم أنها هي مجرد لجنة للمراقبة فقط أولا بداية نعبر عن الفرحة الكبيرة التي فيها اليوم بمناسبة أنه مجدو لولد الذي كان مختطف فأهنئ العائلة وأهنئ كل الشعب الجزائري وكذلك أهنئ وأبارك وأشكر جهاز الأمن الجزائري ممثلا في الدقر الوطني وتحت إشراف كذلك وزير العدل الذي كان قائما على هذا الموضوع على أنهم بدلوا كل ما يجب من أجل إيجاد هذا الطفل وهذا الذي سيشع الأمن والاستقار وطمأنينة لدى الجزائريين فهنئا للشعب الجزائري أرئيس الجمهورية تكلم بمناسبة الذكرى الواحدة والستين لاندلاع التورة الجزائرية خطابه ورسالته كانت شاملة مختصرة لكنها شاملة فخاطب كل الشعب الجزائري بمختلف فئاته وذكر بمعاني ثورة أو نوفمبر ثم تكلم كذلك على الحصيلة لأنه كانت فرصة أنه يذكر بالحصيلة لانتاعه من الإجابة 99 ثم تكلم كذلك على التحديات وهنا تكلم على التحدي الأمني وتكلم على التحدي الاقتصادي وغير ذلك ثم ذهب لينبه الجميع إلى عدم التشكيك في قيادة هذا الوطن حتى تكون هناك ثقة وطمأنينة ويقتنع الجميع بأن للجزائر قيادة تعمل من أجل مصلحة الشعب ومن أجل مصلحة الوطن فيما يخص المعارضة الآن جزئية تخص المعارضة الرئيس تكلم عن نقطة تنشيط المؤسسات المؤسسات الدستورية المنوطة بالمعاقبة ثم تكلم عن إقامة آلية ولم يقول لا لجنة ولا وكالة قال إقامة آلية تفصيل هذه الآلية لم يأتي بعد ولكن كان آلية مستقلة لمراقبة لكن انتهى من أجل تسجيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبرية الرهانات وأخص بالذكر الرهان السياسي إذن هي آلية جديدة ستستحدث ستحقق الشفافية والإطمئنان للجميع في الرهانات السياسية إذن الرهان السياسي الآثي المتخابات المثلا ستستحدث آلية تحقق الشفافية وتحقق الطمأنينة طبعا الآن نتكلم في الآلية كيف ستكون ما هي المقصود بها قال اليوم تكلم بعنوان كبير آلية تحقق الشفافية وضمان الغهانات الجديدة لا يتكلم عن المراقبة نعم مع ليش لكن آلية مراقبة نعم سيد مراد عبونج سيد مراد عبونج سيد مراد عبونج إذا سمحت أنا أقرأ سيد مراد إذا سمحت أنا أقرأ الجملة التي وردت فيها هذه الآلية المستقلة كما جاءت في بيان الرئاس الجمهورية التي بثته وكالة الأنباء الجزائرية قال إن تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة وإقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات سيكون من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها وفي كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الإقصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية نعم هكذا جاءت الجملة إذا فهنية فهنية نعم لاستحدات آلية إن شاء الله تكون كما يغاب الجميع حتى تتحقق الشفافية ونضمن أن الحق جميل الحق لا يضع نعم لإشكال سيد مراد عروج لماذا المعارضة رفضت إذن هذه الألية مدام آلية فيه آلية أخرى جديدة لمراقبات لتحقيق الشفافية لتحقيق النزاهة في الانتخابات لماذا إذن المعارضة ترفض مثل هكذا أليات أولا أولا اللي رفضها واحد فقط لباقي كلهم باركوا بالأمر باركوا بالأمر في البداية ولكن في البداية نعم نعم لأنه تتكلم عن آلية ستحقق الشفافية في غياب الآلية هذه ما سنعرف نهاش وشين هي لا يمنع كل جميع إلا أن يبارك مدى ما ستكون حاجة ستحقق الشفافية فنبارك بذلك يوم تظهر الآلية ونقراوها ونفهمه بالليل لا تحقق الشفافية فعلى المعارضة تقول سيد سعداني لماذا تعارضون أنتم منذ البداية الرئيس عبداللزيز بوتفليقة يتكلم على آلية لتحقيق الشفافية وتحقيق نزاهة في الانتخابات وكأن المعارضة ظهرت في هذه الجزئية سيد سعداني بأنها تعارض من أجل المعارضة وأنها تمارس تلك المعارضة الشوفينية أبدا لسنا عدميين ما نطالب به هو في صالح الوطن وفي صالح بلادنا وفي صالح الجزائر وما تقدم به الرئيس ما تقدم به هو أولا هذا مطلب جد به المعارضة منذ عشر جوان 2014 نعم جزئيا نقول ما هوش مرفضناش ما هوش رفض كلي هو تحفظ نعم وفيه تحفظ لأن الرئيس تكلم كجملة لكننا لما نرى الأليات من سيدير هذه الأليات هل هي الأحزاب السياسية مجتمعها معارضة ومولدت وإدارة هل الدولة وحدها فقط التي تديرها نحن لدينا تساؤلات وعلى تحفظات خاصة أن فيه سوابق النظام هذا كان دائما يوعد بأمور ثم يخلف وعده الرئيس قال في ستيف باللطاب جناني لكن ما زال هو رئيس الرئيس وعد يعود الدشتور في سبتمبر 1999 إلى يومين هذا الدشتور لم يجلس الدشتور الذي وعد به بعد 16 سنة الرئيس وعد في 15 أفريل 2011 قال نبدأ ندير إصلاحات شاملة وعميقة لكن أين هي الإصلاحات الدشتور كل يوم نسمعه أمين أمين عام حزب حزب جبهة الوطني يقولنا الشهر الجاي العام الجاي ما زال إذن الأمور غامضة جميل لدينا الحق لأننا الحق كمعارضة وعندنا الحق لأننا نعاني من الويلات من القمح من القمح من كل شيء من الإدارة هذه كيف تتصور أنت والي يحكم في حزب سياسي لا يعطيه لا يعطيه لحق إجتماع والي والي موظف إداري يحكم في حزب سياسي يعني حزب سياسي يقلق بقوة القالون بالدشتور جميل لا توقف عند هذه النقطة سيد سماعيل سعداني سيد مراد عروج سيد سيد سماعيل سعداني يتكلم بكل وضوح يقول بأن هذا النظام له سوابق فيما يتعلق بإخلاف الوعد وأنه يخلف الوعد أكثر من أي ربما طرف كان النظام الحالي له سوابق مع الأحزاب السياسية التي تعاني الأمرين معه تعاني الويلات النظام الحالي كما قال يمنع حتى حزب سياسي أولي بدرجة موظف في إدارة يمنع حزب سياسي من التأسيس أو يمنع حزب سياسي من إنشاء أو تنشيط اجتماع عادي سيد مراد عروج هل تعتقد بأن المعارضة من حقها أنتم دميت لهكذا التحفظات في ظل هذا النظام القائم أم أن فيه بعض المتغيرات في المرحلة الأخيرة التي توحي على أن فيه بعض المتغيرات من طرف رئيس الجمهورية في بعض الجديد عن أن قلنا أن رئيس الجمهورية كان دعا في الذكرى 53 لعيد الاستقلال للمعارضة بأنها تعمل في كنفي الديمقراطية ومدى يدها من أجل حوار ديمقراطي كان الأمين العام يروج من أجل حزب الأفلان حزب السلطة يروج من أجل إقامة دولة مدنية وهي ما تطمح إليها السلطة اليوم بودفليقة يقر على أن سيمشي إلى إنشاء لجنة أو آلية مستقلة للمراقبة الانتخابات يعني فيه بعض الليونة في التعامل مع المعارضة إذا شئت شوف قول الحزب يقدم ملف اعتماد ويطوله وليس سنتين يقول بأنه هناك برؤخاطية هناك أيادة خافية هناك إرادة لا نعرف من أين من أين هي تمنع أني نتحصل اعتماد حق يقول نحن مش عليك مش عليك مش عليك منش عليك هذا ما يقال ساحة سياسية عجل بيقيلة وقال أنا نقول باللي أي حزب له الحق أن يعبر عن موقفه عن ما يراه من موقع الحزب الذي يعاني الذي يعيش يعيش يوميات حظوا أن يعيش فيه هذا عادي هذا عادي هذا عادي أعيقل أعيقل بين قوسين نعم تفضل شوف اليوم إذا قال وحدنا قدمت طلب اعتماد وطولوا عليه صح طولوا عليه وما عندهم مش الحق يطولوا عليه وعنده الحق يدي الاعتماد تعه وبناء على الحق الذي يكفر له الدستور ما هوش عندهم حق يطولوا عليه عندهم حق شوف عندهم وغل زامين باشي أقول لوريسي بيس إمي مدهلوش يعني كيف هذا النظام مثل هكذا يمنع يمنع رخصة سيد مراد عروج كيف النظام يمنع رخصة لتأسيس حب السياسي الذي هو يؤسس بقوة القانون يعطي آلية مستقلة لمرحظة مدهلوش أستاذ راشد أستاذ راشد أستاذ راشد بأن المواطن بأن المواطن سيعيش في كنف الحريريات ويأخذ الحق دياله هذا هو التزام الرئيس أنا أتذكر جيدا قول الرئيس لما قال في مارس 2014 لما خاطب الشعب قال بالإيداء انتخبتوني سأعمل مع كامل أطياف المجتمع من أجل تهيئة تهيئة الظروف السياسية والمؤسساتية من أجل إرساء نظام حكمة جديد يتمثل في دستور توافقي نتفق عليه نحتكم إليه جميعا هذا التزام الآن تهيئة هذا الظروف هل رئيس اليوم انتهى من تهيئة هذا الظروف المؤسساتي والمجتمعي من أجل الذهاب إلى هذا الدستور أعتقد أنه رسالته تقول هذا الخبر تقول باللي اليوم تهيئ الأمر وسنذهب ولهذا هذا أول خطاب أول خطاب رسمي من رئيس الجمهورية يوضح فيه المعالم الكبر للدستور معناته معناته الوقت والظرف قد تهيئ ورئيس سيذهب إلى دستور جديد يحقق ما نطمح إليه هو الخطاب تعالرئيس هذه الرسالة تعالرئيس لما يتكلم على الدولة الحق والقانون لما يتكلم على الديمقراطية لما يتكلم على المساواة لما يتكلم على هذه الألية التي يتكلم هذا تحصيل حاصل بأن قبل هذا اليوم لا ينواله لا ديمقراطية لا حريات فردية ولا جماعية ولا موراقبة لانتقابات يعني الرئيس من خلال هل الكلام راح قال قبل هذا قبل أول نوفمبر يعني قبل نوفمبر راح كانت ظلمة لا ينواله أيعقل نظام عنده 16 سنة يفتن في اللحظات الأخيرة ويقول ما ينواله لا ينواله لا ينواله لا ينواله ما كانش حرية ما كانش دولة مدنية ما هي الدولة المدنية حبوا يقلبون حبوا يدول الدولة اللايكية حبوا يقلبون ما عاشت في فرنسا والغرب ما هي الدولة الدولة المدنية هي دولة ديمقراطية والدولة الديمقراطية والدولة الديمقراطية وشيها الدولة هي اللي فيها الحق والقانون مكفور لكل المواطن الدولة هي اللي مكنش فيها جماعات تسيطر على جماعة الدولة اللي مكنش فيها لا كان فيها هذه دولة المدنية بالمفهوم سعداني هذه دولة المدنية يحب نحي العسكر يحب نحي القوات العسكرية من أتى ببوتفريقة ومن أتى من قبل ببوتفريقة أليس العسكر؟ نعم سيد فضل وسلم لنشط المؤسسات أنا أقر بأن المؤسسات كانت موجودة لكن كانت فيها نقائز أنا لا أقول أني سأستحدثوا البرلمان قال سأنشط المؤسسات المناطق بالمراقبة مع أنت مؤسسات كانت موجودة تنشيطها كيف يكون بإعطاء آلية للناس الموجودين فيها على أنهم يمارسوا حقهم في المعارضة مثلا إختار إختار البرلماني لم يكن عنده حق الإختار ولا عنده حق الإختار البرلماني كان يدير سؤال شفاوي ولا يجابوا عليه مدة سنة اليوم في إلزامية أنه أنه أي سؤال عندك مهلة تعد تلاتين ومش دولة جاول إذن دوستور جديد خلينا كما لو سمحت مش يجي مؤسسات جديدة فيه مؤسسات موجودة جميع ولكنها عرجة ولكنها عرجة حسن عرجة لا تقول لما كان والو لا هو لي قال لا قال كان موجود هو أكر بأنه أمور موجودة فيها نقائس كما أقول أنا وتقول أنت ويقول الرئيس بذلك أنه قال سأنشت من خلال إضافة مواد جديدة تمكن تعطي آلية جديدة للمعارضة بشتماس مواد جميل إذا القضية مش قضية ما كان موجوده ألو قضية أنه أردعون تعني أنت توقف كلها دا كيف تقول لقد ألو أنا 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 لما نجد القيراء نجد وكاين وكاين نجد 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 وكاين وكاين حريات ونقصة كاين ونقصة كاين على أخرين نجد نجد كاين على أخرين ومكاش على أخرين هذه هي لا موجود وموجود تقول قال باللي سأنشق عندها موجودة وسأدعمها زيد كانت موجودة ولكن ولكنها عرضة سيد مورد عروج دعني أتوقف عند هذه الجملة سيد مورد عروج سيد مورد عروج إذا سمحت دعني أتوقف عند هذه الجملة التي وردت كذلك في خطاب الرئيس أو في رسالة الرئيس قال بأنه لقد تحققت بعد إنجازات كثيرة وما زال منها ما ينتظر التعزيز أو الاستكمال يعني الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يعترف بأنه تحققت فيه إنجازات كثيرة ولكن فيها الكثير التي تزال تنتظر التعزيز أو الاستكمال نعم سيد سيد اسماعيل سعداني لماذا لا نعترف في المعارضة على أنه طبيعي جدا أنه تكون فيه آليات تكون فيه مسار ما السياسي لما تظهر فيه نقائص تظهر فيه اختلالات في كل دول العالم في كل الأنظمات السياسية في العالم تظهر فيه نقائص في الممارسات تكون فيه تعزيزات تكون فيه تحسينات تكون فيه تعديلات في القوانين يعني الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لما رأى بأن الأليات الحالية للمراقبة فيها بعض الاختلالات أو لا تستجيب إلى المسار أو الممارسة السياسية الحقة. اليوم يدخل فيه بعض التعديلات ويستحدث أليات جديدة. هذا أمر طبيعي. لماذا حتى المعارضة لما يعترف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بأنه فيه أليات وسنذهب إلى التعزيز وسنذهب إلى التحسين. تقول لا البوتفليقة ينسف الأليات وينسف الإنجازات ومن فيه أي شيء. لا موش هذا ولا. موش هذا مفهوم الصحيح. نحن قلنا بلي لما نحكم الدستير تعلجزائل خاصة دستور 96 اللي رأى هو سري المفعول. نحن هذا الشيء اللي نتكلم عليه. الفصل بين السلطات الحرية المكفولة الديمقراطية كل شيء كاينين في الدستور لكن العيب ليس في الدستور لكن في التطبيق. نحن. في تطبيق الفصل بين السلطات مكرس دستور 96. الحرية الجماعية والفرضية مكرس حق الإعلام مكرس. ولكن النظام هذا مهيم النظام هذا فيه هيئة هو السلطة التنفيذية مهيمين. على الهيئة التشريعية وعلى الهيئة القضائية مهيمين. هناك جهاز واحد فقط في الجزائر هذا اللي خلى الإدارة تعبط بالأحزاب السياسية وبالجمعية وبالصحافة وبكل شيء وبالمستثمرين. نعم سيد إسمائيل سعداني للأسف انتهى وقت الحصة سيد مورد عروش أعطيك 15 ثانية. حتى ننهي هذا النقاش إسالة الرئيس من حيث المحاول الكبرى أعتقد أنه على الجميع أنه يثمينها ونبقى ننتظر التفاصيل حتى يوافق البعض على بعض التفاصيل وينتقد الآخر تفاصيل أخرى. لكنني ترأيس من خلال الخطاب بتاعه من خلال العنوين الكبرى. أعتقد أنها هذا الذي هذا هو المطلب الشعبي المطلب السياسي المطلب المجتمعي المطلب المعارضة. شكرا. لا. أبدا. أبدا. كنا كل مرة نتكلموا عن الحيئة. أحزاب المولاد كل مرة نتكلم عن الهيئة المستقلة يكفرونها. نعم. ويقولوا بأنه الانتخابات. ويقولوا ويقولوا لك القانون العضوية وروحوا 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 وقفوا على السادق تعمل. احنا ما الشفافية. شكرا جزيلا لك. سيد سماعيل سعداني القيادة وحزب جين الجديد. شكرا موصول لك سيد مورد عروج الناطق الرسمي باسم حزب الجزائر للرفاه. مشاهدين الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة عين واحدة. كان موضوع عدد اليوم. لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات. المعارضة تتخبط. متابعة طيبة من برامجي. قناة النهار. أرقاكم أنا غدا إن شاء الله. سلام عليكم.